السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم عاملين ايه? النهاردة بقى هنعمل مع بعض الجبنة النستو. هنعملها النهاردة بطريقة سهلة جدا وطعمها احسن كمان اللي بتشترها من برة. وبنص كيلو لبن هنعمل منها كمية كبيرة جدا. يعني اكتر من اربع علب جبنة نستو. وطعمها فعلا تحفة وشكلها جميل جدا زي اللي بتشترها بالزبطة او. بتفرقش عمناها اي حاجة. وطريقتها سهلة وبسيطة. يلا بنا قول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ كده مع بع ايه? معنا اول حاجة نص كيلو اللبن. نص كيلو اللبن حطيت عليه تلات معلق زبدة. وكمان معلقتين نشا. طبعا بالمعلقة الكبيرة انا بيعير بيها. ومعلقتين دقيق. وثلاث قطعة جبنة نستو. اي نوع جبنة نستو بتحطيها. وكمان معلقتين خل. تمام كده? وحطيت نص معلقة صغيرة ملح. اللي طبعا اللي جبنة نستو قصم بقافها ملحي فانا مش حطة ملح كتير. وربع كباية زيت. وارح جاية مغطيها. واضرب بقى كل المكونات دي كويس جدا لغاية لما تبقى نعمة معي تماما. بعد كده هجاي بتطاصة او الحلل موجودة عندك. واتروح جاية حطة فيها المكونات بتاعتنا. وتبدأ بقى على نار عالية تقليبيها بالشكل ده. اول لما تلاقيها غلية معاك هتروح جاية بسرعة مهدية النار عليها. عشان خاطر ما تنشفش منك او الكالكع او تلزى في عرية الصينية. فلازم تهدي عليها النار. وتفضل تقليبي فيها بالشكل ده. عشان خاطر ما يحصلش فيها اي تكتلات. ولا يحصل فيها اي حاجة او. زي ما انت شايفة كده طعام كده خلاصنا هديت النار. والخليط بتاعنا بدأ يتقل معنا هو بالشكل ده. وانا ايدي فيها على طوام تاخدش وقت منك خالص. يعني في خمس دقايق والله العظيم بتكوني فعلا مخلصاها. وخلاص حطيتها في الاطباق وحطيتها في التلاجة فعلا تحفى. طعمها زي اللي تشتيرها من برة بالزبط. وكمان ضمن المكونات بتاعتها وضمن جود وعارفة هي فيها ايه والكلام ده كله. او اللي بتاع عن نار زي ما انت شايفة كده هفضل اقلب فيها كده لغوية الخليط ما يتقل معنا بالشكل ده. هروح جاية بعد كده بقى جايبة بقى الاطباق بتاعتك سواء اطباق جبنة نستو او اي طباق موجودة عندك. هتروح جاية حطة في كيس. وبعد كده حجاية حطة في كمية الجبنة. وتفرديها تكويس جدا كده. وبتوح جاي خبطها خبطتين. وتبدا بقى الجيبة اي علبة عندك اي اطباق مش ش يعني. انا عملت معاكم في الطبق الجبنة النستو عشان خاطر لما اقضطها يبقى شكلها كده قدامكم ايه مسلسات. او زي ما انت شايفة كده تحط الكيس فوقيها عشان خاطر الوش بتاعها ما ينشفش وهي جوة التلاجة. او زي ما انت شايفة. هعمل كمان الطبق التالت برضو. حطيت في الكمية بتاعتي وروح تجاي برضو ايه مغطيها وكيس. كده خلاص الجبنة بتاعتنا جايزة معينا زي ما انت شايفة. هدخلها بقى التلاجة بقى. وطلحها بعد ساعة ساعتين. على حسب بقى براحتك عادي. ممكن تلاتة اربعة. انا طلعتها بعد ساعة بالزبط لخاطر كنت بصور وعايزة خلاص يا الموضوع التصوير والكلام ده كله. فطلعتها بعد ساعة. بصي ما شاء الله عليها. متماسكة معنا. والقطعة بتاعتها حلوة او زي ما انت شايفها كده هوا. تتقطع معنا ونعمة جدا. وطرية وزي اللي بنشتراها بالزبط فريشة عنها اي حاجة والله العظيم. ان شاء الله هتجربيها وهتعجبك سهلة وبسيطة ومقادرة كلها موجودة في البيت. ومش تعبتنا في اي حاجة. جيت طبعا خدت بقى على قد برضو المقاس العلبة. وروح تجاها قلبها في قلب العلبة. وقطعتها بالشكل ده. وروح تجاها يرصها. آآ انت طبعا في البيت. مش شرط يعني تعملي مسلسات والكلام ده كله. لأ. ممكن تعملها اي قطعة تانية. عادي خرص مش تفرق معيك. انا عشان التصوير فعايز اطلعها عن نفس شكل الايه? المسلسات. يا رب الوصف بتاعت الكون عاجبتكم النهاردة سهلة وبسيطة وجربوها. مش هتخ اخسر اي حاجة كل مكوناتك موجودة في البيت وبنص كيلو لبن. عملنا كمية دي كلها زي ما انت شايفها. ما تنسيش بها تكتبي لي كومنت حالو. ما تنسيش تحطيه اللايك على الفيديو. جزاك الله كل خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.